بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سهام الوعلم معاهد وبرامج تربية الفكرية للمرحلة المتوسطة سوف نقوم بمراجعة درس من مرحلة المتوسطة الأول المتوسط لمادة لغتي أولا حتى نستفيد سويا طلابي وطالباتي من هذا الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها إذن ما هي قوانين التعلم عن بعد؟ أولا ماذا أفعل؟ أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية بعد ذلك ماذا أفعل؟ أقوم بتجهيز جهاز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس ومن ثم أطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز إذن أطلب المساعدة من والدتي أو أحد أخوتي عند حاجتي لتشغيل الجهاز بعد ذلك ماذا أفعل؟ استعد وأحضر قبل الحصة بدقائق إذن أحرص على الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق أيضا من قوانين التعلم عن بعد؟ ماذا نفعل؟ نجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس وأحرص طلابي وطالباتي على أن أجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية إذن أجلس جلسة صحيحة وأجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية أيضا من قوانين التعلم عن بعد؟ أحرص طلابي وطالباتي على أن أستمع جيدا لمن؟ لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون حتى أستفيد من هذا الدرس وبعد الانتهاء من الدرس كما تعودنا مع المعلمة ماذا نفعل؟ نقوم بإعادة أدواتنا المدرسية للحقيبة المدرسية الخاصة بي أو إلى المكان المخصص لها إذن هذه هي قوانين التعلم عن بعد؟ سوف نقوم بمراجعة درس قراءة الجمل إذن موضوع درسنا لهذا اليوم هو قراءة الجمل أولا يوجد لدي بعض الأهداف التي بإذن الله سوف نحققها مع الطلاب والطالبات في هذا الدرس الهدف العام لهذا الدرس أن يتعرف الطالب والطالبة على مهارة قراءة الجمل بشكل صحيح أما الأهداف الخاصة هي أن يعبر الطالب والطالبة عن الصور بجملة مفيدة قدر استطاعتها أو استطاعتها أن يستخرج الطالب والطالبة الكلمات المعبرة عن الصور أن يشير الطالب والطالبة إلى الجمل التي تناسب الصور المعروضة عليه أن يرتب الطالب والطالبة الكلمات مكونا جملا مفيدة وبعد ذلك يقرأ الطالب والطالبة جملا مفيدة الآن أتأمل طلابي وطالباتي الصور التي سوف تظهر أمامي ونقرأ الجمل سويا كما تعودنا في دروسنا السابقة أولا أنظر إلى الصورة التي أمامي وأعبر عنها شفهيا ماذا يوجد أمامي؟ يوجد أمامي ولدان ماذا يفعلان؟ أحسنتم يا استمتعان باللعب بالرمل إذن سوف نقوم بوضع جملة مناسبة لهذه الصورة أريد منكم قراءة الجملة مع المعلمة سويا نقرأ الجملة يفضل الأطفال الذهاب إلى البحر في فصل الصيف إذن هذه جملة مناسبة للصورة التي أمامي يفضل الأطفال الذهاب إلى البحر في فصل الصيف ننظر إلى الصورة التالية وتحدث عنها هي صورة لماذا؟ لبنت أحسنتم ماذا تفعل؟ تقوم بتناول وجبتها هي تقوم بتناول الوجبة إذن نقرأ الجملة المناسبة للصورة نقرأها سويا بداية بالكلمة الأولى تناولت نورة وجبة الإفطار مبكرا إذن نقرأ الجملة مرة أخرى تناولت نورة وجبة الإفطار مبكرا إذن قمنا سويا أنا وأنتم طلابي وطالباتي بقراءة جملة مناسبة للصورة التي أمامي انظر إلى الصورة التالية هي صورة لماذا؟ لبنت أم ولد؟ أحسنتم لولد ماذا يفعل الولد في الصورة التي أمامي؟ يقوم بماذا؟ بترتيب السرير أحسنتم إذن سوف أقوم بإظهار جملة أريد منكم قراءتها نقرأها سويا يقوم أحمد بترتيب السرير كل صباح نقرأ الجملة مرة أخرى يقوم أحمد بترتيب السرير كل صباح إذن استطعنا قراءة الجملة أيضا التالية الآن أريد منكم النظر إلى الصورة التي أمامي هي صورة لكم شخص في الصورة؟ إذن نقوم بعدهم واحد اثنان ثلاثة أحسنتم هم ثلاثة أشخاص نقرأ الجملة المناسبة للصورة ذهب محمد ورفاقه إلى ملعب كرة القدم إذن هم يرتدون الزي الرياضي وأمامهم كرة قدم إذن الجملة المناسبة لهذه الصورة هي ذهب محمد ورفاقه إلى ملعب كرة القدم إذن هذه هي جملة مناسبة للصورة التي أمامي أنظر إلى الصورة التي أمامي هي صورة أيضا فيها ماذا؟ عدد من الأطفال ماذا يفعلون؟ أحسنتم هم يستمتعون باللعب إذن نقرأ الجملة يلعب الأطفال في الألعاب نقوم بتهجئة الكلمات وقراءة الجملة التي أمامي يلعب الأطفال في الألعاب أحسنتم إذن هي أيضا جملة مفيدة الآن لدي بعض الأنشطة طلابي وطالباتي قبل أن ننتقل إلى الأنشطة أريد منكم مساعدتي في ترتيب الكلمات لتكوين جملة مفيدة أريد منكم مساعدتي في ترتيب الكلمات لنكمل مجسم الدودة التي أمامي لتقوم بشكرنا إذن نقرأ الكلمات التي أمامي أمامي كلمة ماذا؟ نقرأها سويا محمد أحسنتم إلى أحسنتم نقرأها المدرسة أحسنتم مبكرا وأخيرا ذهب هي مجموعة من الكلمات أريد منكم مساعدتي في تكوين جملة مفيدة سوف نقوم بتكوين جملة مفيدة وأريد منكم قراءة الجملة أولا نقرأ الكلمة ذهب أحسنتم من هو الذي ذهب؟ ترتيب الكلمات لتكوين جملة مفيدة محمد أحسنتم بعد ذلك نقرأ إلى أحسنتم نقرأ الكلمة المدرسة أحسنتم وأخيرا مبكرا أحسنتم نقرأ الجملة مرة أخرى بداية ب ذهب بالدائرة الزرقاء نقرأها وننظر هل هي جملة مفيدة أم لا ذهب محمد إلى المدرسة مبكرا ذهب محمد إلى المدرسة مبكرا أصبحت جملة مفيدة إذن استطعنا طلابي وطالباتي تكوين جملة مفيدة من خلال مجسم الدودة التي تقول لكم شكرا على مساعدتي الآن نكمل الأنشطة أصل كل جملة بالصورة المناسبة لها سوف تظهر لدي عدد من الصور أريد منكم تأمل الصورة التي سوف تظهر أمامي أولا ظهر لدي في الصورة الأولى ماذا؟ إذن الصورة رقم واحد ظهر لدي صورة مكتبة بعد ذلك ولد ماذا يفعل؟ يسقي الزرع وبعد ذلك صورة رقم ثلاثة صورة لحيوان ماذا يسمى هذا الحيوان؟ أحسنتم أسد وبعد ذلك صورة لرجل الآن سوف نقرأ الجمل في الأسفل لبس أحمد ثوبا جديدا يعيش الأسد في الغابة الجملة التالية ذهبت إلى المكتبة اليوم يسقي فهد الزرع بالماء لبس أحمد ثوبا جديدا أي صورة مناسبة لهذه الجملة؟ لبس أحمد ثوبا جديدا إذن نفكر أي صورة مناسبة لهذه الجملة؟ صورة رقم واحد أم اثنان أم ثلاثة أم أربعة؟ أحسنتم صورة رقم أربعة إذن هي الصورة المناسبة لجملة لبس أحمد ثوبا جديدا يعيش الأسد في الغابة أي صورة مناسبة؟ أحسنتم صورة رقم ثلاثة إذن يعيش الأسد في الغابة ذهبت إلى المكتبة اليوم أي صورة مناسبة للجملة؟ أحسنتم صورة رقم واحد هي صورة مناسبة لي الجملة ذهبت إلى المكتبة اليوم يسقي فهد الزرع بالماء أي صورة مناسبة لهذه الجملة؟ أحسنتم صورة رقم اثنان إذن قمنا بإيصال الصور بالجملة المناسبة لها ننتقل إلى النشاط التالي أضع دائرة حول الكلمة المذكورة في الجملة التي تمثل الصورة ننظر إلى الصورة التي أمامي عند ماهر كرة حمراء أين هي الكلمة التي تمثل الصورة؟ أحسنتم كرة حمراء إذن هو يحمل كرة حمراء باظت الدجاجة ثلاث بيضات هل يوجد هناك دجاجة بالصورة؟ أحسنتم لا يوجد ثلاث بيضات إذن سوف أضع دائرة على ثلاث بيضات جاء الشتاء وارتديت ملابس ثقيلة أي الكلمات مناسبة للصورة التي أمامي؟ أحسنتم هو يرتدي ماذا؟ ملابس ثقيلة أحسنتم وأخيرا أنا أغسل وجهي وأسناني أين هي الكلمة المناسبة للصورة التي أمامي؟ ماذا يظهر أمامي؟ أحسنتم يظهر أمامي وجه الولد إذن وجهي هي الكلمة المناسبة للصورة التي أمامي إذن تعرفنا طلابي وطالباتي على قراءة الجمل وقمنا بترتيب الكلمات لتكوين جملة مفيدة أريد منكم التدرب سويا مع والدتي أو أحد أخوتي لقراءة الجمل شكرا لحسن استماعكم كانت معكم المعلمة سهام الوعلوم